حجم التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون الإسرائيلية أزاحت الستار عنه وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تقرير نشرته مؤخرا التقرير كشف أن 180 قاصرا ما زالوا في السجون الإسرائيلية موزعين بشكل أساسي في سجون مجدو وعوفر والشارون وأفاد التقرير أن 8000 طفل اعتقلوا في الأعوام العشرة الأخيرة 60% منهم تم اعتقالهم بعد منتصف الليل وبعضهم لا يتعدل 12 عاما أما أسباب الاعتقال بحسب التقرير فهي على خلفية مشاركة الكثير من هؤلاء الأطفال بمسيرات شعبية سلمية ما ينضوي بالتالي على انتهاك فاضح لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال أدلوا باعترافات تحت التهديد والضغط وأجبروا على التوقيع على وثائق مكتوبة باللغة العبرية التقرير أكد أن أوضاع الأسرى الأشبال في السجون سيئة للغاية فهم يعانون من نقص في الأغطية والمناشف واللوازم اليومية إضافة إلى الملابس فالأسرى يقضون عدة أشهر دون تغيير ملابسهم والأسوأ هو أنه يتم حرمان عدد كبير منهم من زيارات ذويهم لهم وأشارت إفادات الأسرى التي نقالها التقرير أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء والإهانات والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإسرائيلية بوضع تشريع ينص على إلغاء توثيق التحقيق بالصوت والصورة لتجنب ملاحقتها ومساءلتها عن انتهاكات تجرى بحق الأطفال خلال التحقيق رول الخطيب العربية